موسيقى رئيس الجالية اليهودية ينتقد مواقف حزب الاس بيو الداعمة لحماس متطرف النمساوي يقترح خطة لطرد ملايين اللاجئين البريد النمساوي يسلم مئتي مليون طرد العام الماضي الجمارك تصادر عشرين الف سيجارة مقلدة طرد معلمة بسبب تقديمها محتوى على تيك توك في العلاقات ومليونيرة توزع خمسة وعشرين مليون يورو على عشرة آلاف مواطن مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم انتقد رئيس الجماعة الثقافية اليهودية في النمسا أوسكار دويتش رئيس الحزب الاشتراكي النمساوي اس بي او أندرياس بابلر بسبب موقفه من النزاع في الشرق الأوسط وأكد دويتش على ضرورة إعادة ضبط وجهته لرئيس الحزب بابلر بعد انتقاداته لرفض النمسا قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة بينما رأى بابلر أن الهدنة ضرورية واعتبر دويتش دعم الحزب الأكبر في المعارضة ساذجا وشعبويا ووصف تأييد قرار الأمم المتحدة بأنه تهديد خطير وعكس المسؤول والضحية حسب زعمه ناقشت أحزاب وشخصيات متطرفة من ألمانيا والنمسا إمكانية طرد ملايين الأشخاص من ألمانيا في اجتماع عقيد نوفمبر الماضي وأكد الحزب اليميني الشعبوي البديل على محادثات جرت مع حزب نمساوي متطرف يدعم الهجرة العكسية لكنه نفى دعم فكرة الطرد الجماعي قدم مؤسس حركة الهوية المتطرفة النمساوية مارتن سيلنر مشروعا لإعادة مليوني شخص إلى شمال إفريقيا فيما أوضح حزب البديل أن الاجتماع لم يركز على سياسات الهجرة وأنه لم يكن على علم مسبق بفكرة إعادة التهجير سجلت خدمة البريد النمساوي رقما قياسيا سنويا في توصيل الطرود حيث وصل إجمالي الطرود إلى مئتي مليون طرد في العام الماضي مقارنة بمئة وواحد وثمانين مليون طرد في العام السابق ويعزى هذا إلى زيادة الطلب على التسوق نتيجة للتضخم المتناقص وكانت إجمالا بشكل أساسي من شركة الشحن التركية أرس كارغو حيث تم تسليم أربعمائة وخمسة وسبعين مليون طرد مع الفروع الخارجية للبريد فيما نقل البريد في الداخل نحو ثمانمائة ألف طرد يوميا ووصل إلى أكثر من واحد فاصل أربع مليون طرد في أيام القمة تمت مصادرة أكثر من عشرين ألف سيجارة خلال فحص جمركي لسيارة في النمسا العليا كانت في طريقها إلى ألمانيا واكتشفت الجمارك النمساوية صناديق السجائر أثناء تفتيشها على مخرج الطريق السريع A8 في يناير وأفاد وزير المالية بأن هذا يبرز دور الجمارك في محاربة التجارة غير الشرعية للتبغة وكان السائق قد قاد السيارة من بلغاريا إلى ألمانيا وخطط لتهريب السجائر حيث تم اكتشافها تحت اللوحة الأرضية للسيارة وتم حجز ثمانية آلاف ومئتي سيجارة دافيدوف واثني عشر ألف سيجارة مار البورو أقيلت معلمة مدرسة ابتدائية في النمسا العليا بسبب نصائحها حول الحياة العاطفية على وسائل التواصل الاجتماعية وكانت المعلمة قد قدمت نصائحها عبر تطبيق تيك توك بدون محتوى غير لائق أو جنسي تحديدا وأفاد المدير التنفيذي للتعليم أن القرار اتخذ بعد استشارات وتحقيقات مكثفة وأشارت الإدارة إلى أهمية احترام المعلمين للسلوك العام للحفاظ على الثقة العامة وتعتزم المعلمة رفع دعوة قانونية معتبرة أن القرار غير متناسب مع العصر الحديث أعلنت مليونيرة فيينا مارلين أنجلهورن عزمها توزيع خمسة وعشرين مليون يورو على عشرة ألاف مواطن وذلك ضمن مشروع المشورة الجيدة لإعادة التوزيع الذي أطلقته وأكدت أنجلهورن أنها لم تتدخل في قرارات الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها لتحديد مصير المبلغ وعبرت عن قلقها إزاء توزيع الثروة غير العادل في النمسا حيث تهدف هيئة المشورة الجيدة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار وسيتم تعويض أعضاء الهيئة بمبلغ 1200 يورو لكل عطلة نهاية أسبوع خلال جلسات الاجتماع التي ستستمر لستة أشهر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر